أعرب وزير الإعلام وزير الدولة لشهون الشباب محمد الجبري عن ارتياحه لقرار المكتب التنفيذي لللجنة الأولمبية الدولية برفع لقاف بشكل مؤقت عن الرياضة الكويتية لحين استكمال خارطة طريق المتفق عليها بين الطرفين وقال الوزير الجبري في بيان أن ذلك جاء عقب الاجتماعات المثمرة مع اللجنة الأولمبية الدولية وتفهم المنصفين فيها لاحترام الدستور الكويتي وقوانين الدولة مشيرا إلى أن خارطة طريق التي تم الاتفاق عليها تهدف لتوفير الاستقرار للحركة الرياضية في الكويت ورفع الوزير الجبري أسماء آيات الشكر والتقدير للقيادة السياسية وعلى رأسها حضر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء على توجيهاتهم بضرورة تذليل كافة العقبات والتي تواجه أبناء الكويت الرياضيين كما ثمن الدعم المتواصل من قبل رئيس وعضاء مجلس الأمة الذين كان لهم بالغ الأثر في رفع الإقافة